الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن الاناتومي والفيسيولوجي في الاريكسيلي وهي الأوغنical diseases فانهارده هنشاء الله هنبتدي بالطرماتيك عن الاريكل والأكسترنيا والاودريك傭 ماشي بتكلم مع اتنين مع بعض بس قبل ما اتكلم عن traumatic diseases of external ear في حتة مهمة في الاناتومي بتاع ال ear ما قلناهاش المرة اللي فاتت الا وهي nervous supply of the ear دي تصيف الشافعي ايه هو nervous supply of the ear اول حاجة بالنسبة للأوريكل ايه نيرف supply بتاع الأوريكل الأوريكل ليها lateral surface و medial surface لانه اللاترال surface بتاع الأوريكل بقسمه الى upper two thirds و lower one third يبقى lateral surface الأبر two third ده ليه نيرف supply خاص بيه والlower one third of lateral surface ليه نيرف supply تاني الأبر two third of lateral surface بيجيله برانش اسمه الأوريكل تيمبرال برانش ده جاي من التريجيمن النيرف يبقى upper two third بيتغزى بالأوريكل تيمبرال برانش أو في التريجيمن النيرف لكن ال lower one third of lateral surface ده سبلاي باي الجريت أوريكلر نيرف الجريت أوريكلر نيرف بالنسبة لل medial surface المedial surface ده في upper third و lower two thirds الأبر ثيرد ده بياخد من نيرف اسمه ikat الطعام enjoy اليوم نيرف اسمه اللRYت أوريكلر نيرف طيب يبقى اذا بال Mizrazyl 하는 Its opinungsisil يدخل mouve 검سبه من الرأس وهو�� эلجرا وهو من العقد من pliers بالنسبة لل Il-Medial surface سأت现 매-, Upper third and lower third في ال relaxation vaisue�� Blooming con Lasher Lacer رائع Tee إليك هذا إلجرا من apex وهو Cranial طيب أموال جريد اوريكولولب وبجرح الليزر اوكسبيتال هي السيئة 2 ستعرف ان في حاجة اسمها . هي اللي بتادي برانشات الرغيب اوريكل اله و laler occipital nerve كده انا خلصت العرق ولكن في نقطه مهمه جدا في حتة في الكونكا حتة في العرق اله اسمها الكونكا الكونكا دي له نيرف سابللع تاني خالص بيجيلها نيرف سابللع من الفيشال نيرف بيجيلها نيرف سابللع من الفيشال نيرف طيب ايه اهمية الحتة دي؟ اهميتها انه بعد شوية هقول فيه ديزيز في الاكستيرنال اير بيحصل افكشن الفيشل نيرف فهجا بص على الكونكا هلاقي فيه فيزيكلز عند الكونكا ده بيحصل في الدزيز دوت ليه عشان بيحصل افكشن الفيشل نيرف والفيشل نيرف بيعمل سبلاي لقينكا وبالتالي هبقى فيه فيزيكلز عند الكونكا ده بالنسبه لنيرف سبلاي أوف مين أوف الأوريكل بعدكده نخشه على الاكستيرنال اودتري كنال لانكستيرنال اودتري كنال بالنسبه لنيرف سبلاي بأسمها الى انتيريور هوف و بوستيريور هوف آله يقول لك ايه انتيريور انفيريور والبوتيريور مش مهم ، الانتيريور هوف بتاعت البتاعة الاكستيرنال اودتري كنال بيجيله seen from the posterior range اللي جاي من الطريجيمنال اللي احنا هنا في في الأبر 2-3rds of the lateral surface يبال anterior half of the external auditory canal بياخد نيرف سبلاي من الأوريكول temporal branch of the trigeminal هو جاي من المانديبولار اللي جاي من الطريجيمنال ماشي البستيرو half of the external auditory canal بياخد نيرف سبلاي من فين من الفيغاس الأوريكولار branch of the vegas الأوريكولار branch of the vegas اللي بيسموه Arnold Nerve اسموه كده Arnold Nerve ده اللي بيعمل سبلاي البستيرو half of the external auditory canal بعد كده بتكلم معاني النيرف سبلاي of the tympanic membrane التمبانيك ميمبراين بنقسمو الى outer surface و inner surface outer surface دوت السيرفس اللي ناحية ال external auditory canal وال inner surface ده السيرفس اللي ناحية مين ال middle ear ال outer surface بتاعت التمبانيك ميمبراين بالضبط بالضبط زي ال external auditory canal anterior half بياخد من فين من auricular temporal branch of the trigeminal وال posterior half بياخد من فين من auricular branch of the vegas هلوا اسموه Arnold يبقى ازن التمبانيك ميمبراين outer و inner outer surface زي مين زي ال external auditory canal طب ال inner surface زي middle ear يبقى ال inner surface بتاعت التمبانيك ميمبراين زي ايه؟ زي نيرف سبلاي of the tympanic cavity او middle ear اللي هو يبقى النيرف سبلاي بتاعت middle ear وال inner surface of the tympanic ميمبراين حاجة اسمها التمبانيك بليكسوس التمبانيك بليكسوس تكون موجودة على حيات اسمها المنطبي في middle ear وال tympanic بليكسوس معمولة ب branch branch اسمه jacobson branch او jacobson nerve ده هو branch من الجلوسوفرينجا نيرف الجلوسوفرينجا نيرف بيدي branch اسمه jacobson او jacobson نيرف دوت بيكون التمبانيك بليكسوس الموجودة على المنطبي وال tympanic بليكسوس المعمولة بال الجلوسوفرينجا نيرف بتعمل من المنطب آلم اللي في المنطب لا يوجد تحساق المحشف للصماتيك ماذا ليني ليني في العرب ؟ ليه يعني لان فاته ليني في العرب لا يوجد تحساسي لا وليه في العرب لا يوجد تحساسي ولكن احساسي عن التدريب ليه الصماتيك الترامب؟ بيجي نيرف سيبلي من فين؟ المستويد هي من الطريجيمنى النيرف بيجي بردك من ايه؟ من الطريجيمنى النيرف دوت السنسوي نيرف سيبلي أف الـير ده بيسيقل في الشافوي الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن الكونجينة الأييةية الأيية 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 الحصة دي هنبتدي ان شاء الله بالـ traumatic diseases لأنه الـ diseases في أي حتة diseases of the ear بقسمها لكونجينتال وي تروماتيك وي انفلاماتوري وي نيوبلاستيك وي ميسيلانيس او او اضرز طيب انا اتكلمت عن الكونجينتال الوقت اتكلم عن مين عن تروماتيك ديزيزيز اوف الاكسترنال اير واول ديزيز بيقابلنا تروماتيك في الاوريكل في الاوريكل طبعا هنا في اتنين ديزيز في الاوريكل فيه حجه اسمها الهيماتومة of the Oracle او auricular hematoma وفيه حجه اسمها auricular laceration او vicelpiecopel اللي يهمني هو الوم او في الاوريكل بس اللاسريشن نقول عليك الي 20 كده بوساط اول حجه الهماثومة of the oracle الهماثومة of the oracle بستموها اسم تاني اسمها البوكسارز اير الااسم الدوات هنفهم دلوقتي يبقى بين قصين الهيماتومة of the oracle لها اسم تاني البوكسر's ear طيب أول حاجة يعني إيه هيماتومة أي تزيز definition etiology clinical picture complications weak treatment أول حاجة definition of الهيماتومة هيماتومة ده عبر عن collection من البلد تجمع دموي collection of البلد طبعا مع المقلنا أنه الوريكل عبارة عن cartilage elastic cartilage الحصفاتي elastic cartilage ومغطاهم بالسكن الالاستيك cartilage دوت بيغطى بحاجة اسمها البريكوندريام زي البون بيغطى بحاجة اسمها البرياستيام الكارتليج برضو مغطى بحاجة اسمها البريكوندريام والبريكوندريام هو ده الجزء الفاسكولار بتاع الكارتليج يعني الكارتليج نفسه الكارتليج اللي هو عبارة عن الهايالين ماتريكس وفيه الكواندروسايس مفيش بلد فيزلز ومال بيجي لها ببصة بلاي من فين من البريكوندريام البريكوندريام اللي بيحوط من الكارتليج فبيتالي الهيماتومة ده عبارة عن collection of blood بين البريكوندريام والكارتليج يبقى إذن تجمع الدم ما بين البريكوندريام والكارتليج ولا الهيماتومة of the oracle ده الديفنشي بعد كده ايه الاتيولوجي 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 اف الهيماتومة ترومة ما هو المكان في تبقى تجزيز بس انه نوع من الترومة لانه فيه كذا صورة من صورة الترومة الترومة اللي بتعمل الهيماتومة of the oracle بلانت ترومة بلانت ترومة يعني بلانت ترومة زي مثلا لما واحد يضرب واحد بي البوكس على ودنه يعني ايه يعني مش بسكينة مش بنايف مش بقال حد تمام فالبلانت ترومة بلانت ترومة زي البوكسينج دي تعمل الهيماتومة علشان كده سموها البوكسر's oracle او البوكسر's ear ليه لانه اشهر سبب للهيماتومة of the oracle الجماعة اللي بتعب بوكس او بلانت ترومة تعمل الهيماتومة of the oracle يحصل كولكشن للبلد بين البريكوندريام والكارتليج بعد كده الكلينيكالبكسر of the himatoma الكلينيكالبكسر of the hematoma العين هيجي يشتكي من ايه بالنسبة للسيمتومز of الهيماتومة of the oracle العين هيجي يشتكي سيمتومز يعني سيمتومز يعني العين بيشتكي من ايه بيقول انا عندي ايه بيشتكي من السويلينج اه متجمع دموي في سويلينج في حاجة كده ايه زي مورراموة كده في دنه يبقى في سويلينج ومعها كمان بين قولك في بين وإن بتوجعني يبقى الأوريكل هيكون فيها سويلنج وكمان إيها بين طب بالنسبة للساينز أنت هتيجي تبوصها هتلاقي إيه هتلاقي إن في سويلنج في سيستيك سويلنج يعني إيه سيستيك سويلنج سيستيك سويلنج يعني حصل كوليكشن البلد شبه بعمل زي أكينه في سيست كيس مليان دم موجود في الأوريكل عشان كيف يسموها سيستيك سويلنج في هنا ملحوظة يقولك إنه الهيماتومة أوف دي أوريكل مش تندر يعني مش تندر تيجي تتكى عليها العيان ما يقيه بتوجعهوش دي معناها تندر إنت تبقى تندر تبقى تندر لو حصل ساكن دبي بكتاوية الإنفكشن عليها وتعمل لي انفلاميشن تزيز اسمه البريكندرايتس نقول بعد شوية يبقى الساينز هي بتشوف في سيستيك سويلنج وطبعا بتلاقي فيه حمرار كده بدش وبتاع بس مفيش تندر مفيش تندر نيس ليه؟ لأنه التندر نيس بيحصل لما يكون فيه انفلاميشن ودوت مش انفلاميشن فبالتالي التندر نيس دوت من مميزات الانفلاميشن فإمتى يحصل تندر نيس؟ لو حصل ساكن دري بكتاوية الإنفكشن ويحصل الدزيز الاسمه بريكندرايتس ده الكرينك البكتشن بعد كده ايه الكومبليكيشن ثلاث الهيماتومة؟ يعني الشخص اللي يجي له هيماتومة ده ايه المشكلة؟ المشكلة انه يحصل ساكندري بكتاوية الإنفكشن لانه حصل ساكندري بكتاوية الإنفكشن يحصل الدزيز الاسمه البيبي كوندرايتس البيبي كوندرايتس طيب انا قلت انه الهيماتومة عبارة عن فبالتالي انا قطعت البلد ساكندري بكتاوية الإنفكشن عن الكارتليج في حصل في نيكروزيس الكارتليج يحصل في ايه ها؟ نيكروزيس وبعد كده القير تهيل باي الفايبروزيس ما هو الكارتليج اللي ما يحصل في نيكروزيس هيهيل باي الفايبروزيس ويه الفايبروزيس بيتصف انه بيعمل كوندراكشن فلما يكونتبكت هيعمل الحاجة المشهورة بيه الكاولي فلاور إير الودن بتكارمش فهتمنى حاجة اسمها الكاولي فلاور إير يعني ايه كاولي فلاور الأرنبيط كاولي فلاور إير الودن تبقى شبهه الأرنبيط ليه؟ نتيجة الفايبروزيس ونتيجة الكنتراكشن اللي حصل طيب بعد كده إيهو التويتمنت أوف الهميتومة أو دي أوريكل؟ ايه هو التويتمنت بمنطقة بساطة اول حاجة أنا خايف ان يحصل secondary bacterial infection فندي العيان بطاق بساطة بطاق بساطة عنتيبيوتكس الرقم 2 الاعيان بيش تلك من بين فنديله анالجيسكس نديله ايها أنالجيسكس يبقى رقم 1 أنتيبيوتك رقم 2 أنالجيسكس بعد كده لانه انا خايف انه يحصل نيكروزيس في الكارتلج ويحصل بعد كده فيبوروزيس ويعمل حاجة اسمها الكولي فاور إير طبعا هي كوزمودي كالبيات دي مشكلتها اشكلها مش كويس الواحد ودنه بتكرمش فبالتالي علشان ام حاجة زي كده هعمل ايه هعمل حاجة اسمها أصبيويشن يعني أصبيويشن هفتح هعمل إنسيشن هفتح كده بالماشر وتعمل إنسيشن بقى كده أعمل إيفاكويشن أسحب الإيتن أسحب البلد اللي متكون ما بين الكارتلج والبريكوندريام وبعدين هعمل حاجة مهمة جدا ويح تنسيها هعمل حاجة اسمها طايت باندج يعني طايت باندج اه بقوم كده جايب باندج وبعد كده قوم حاططها على المكان بتاع الهيماتومة وأربطها جامد ألزقها جامد في المكان دوتلي علشان أمنع إن يحصل حاجة اسمها الريكوليكشن أو البلد لو أنا عملت إنسيشن وإيفاكويشن وما عملتش طايت باندج في هذه الحالة سهل جدا إن تكون الهيماتومة تاني ترجع تاني من الأول وجديد ولكن عملت حاجة فلازم بعد نعمل إنسيشن وإيفاكويشن أقوم جايب طايت باندج وقوم حاططها مكان الهيماتومة وأربطها جامد علشان أمنع ريكوليكشن أوف إيه؟ أوف البلد كده أنا كلمت عن حاجة اسمها الهيماتومة of the Oracle في حاجة اسمها بقى لأسيريشان أو أوريكولر لاسيريشان ماذا دي بقى؟ الاختلاف البسيط بمطاط بساطة هو الايتيولوجي أنا قلت في الهيماتومة بلانتي ترومة لا في الاوريكولر لاسيريشان شربي ترومة زي مثلا نايف نايف أنزوي بسكينة كده واحد يقوم خبط واحد في ودنه بس يبقى إذن الاختلاف بين الهيماتومة و لاسيريشان هو ايه؟ الايتيولوجي، نوع الترومة بلانتي ترومة ولا شربي ترومة بعد كده في حاجة تروماتيك خاصة بالإكسترنال أودتوي كنال ايه هو؟ هو حاجة اسمها الإمباكشن أو فورين بودي في الإكسترنال أودتوي كنال أو يكون عندك في فورين بودي في الإكسترنال أودتوي كنال في الأول كده يقولي هو إيه الطايبس أوف الباشنط يعني إيه؟ من البشرة يمكن أن يحصلو إيه الإمباكشن للفورين بودي في الإكسترنال أودتوي كنال طبعا فبار واحد المسمى الغدو carson عاد جدا أنه يحصلو خاصة في الإكسترنال أودتوي كنال حس cómo يكون قادرة في الأدلت؟ أه ممكن يكون الأدلت لكن غالبا جزءا سيكون 딱 بس في نظام Ugh بلعب ودنو تعلو كده وقدش نابقنا في الإكسترنال أودتوي كنال ايه هو الـ Types of Foreign Body؟ بعد كده الـ Types of Foreign Body يعني ايه أنواع الـ Foreign Body اللي ممكن يحصل لها Impaction في الـ External Auditoring Channel دي طبعا مهمة جدا دي عشان تفرق معي في التويتمينت أنا بقسم الـ Foreign Body إلى Animate و InAnimate يعني Animate Animate يعني كائن حي لكن InAnimate حاجة غير حية الـ Animate زي مين؟ زي الـ Flies دي بانة دي بانة تخش في الـ External و دي طريقا نيل طب الـ Animate زي ايه؟ الـ Animate يرجعوا يقسموها الحاجتين Vegetable أو يسموها Organic و Non Vegetable أو يسموها Non Organic يعني Organic أو Vegetable آه زي الخضروات وكلام ده كله مثلا الـ Seeds حوب تلك النبات يقول لك مثلا الـ Bees اللي هي حوب البسلة الـ Beans حوب الفول اللي أغضر دي اسمها Vegetable InAnimate Foreign Body ومال الـ Non Vegetable أو Non Organic InAnimate Foreign Body آه زي مثلا حتة قطنة حتة ورقة مثلا زرار بطن تمام؟ مثلا الـ Beads اللي هو الخرز دي كلها أمثلة على Non Vegetable InAnimate Foreign Body ايه أهمية تقسيمة دي؟ هتفرق معيها في العلاج طيب بعد كده ايه الـ Clinical Picture العيان هيجي يشتكي من ايه؟ طبعا رقم واحد العيان هيجي يقول لي في حاجة دخلت في ودني أكيد يعني فرقم واحد History History of the Insertion of Foreign Body دي رقم واحد رقم اتنين طبعا الـ Foreign Body Conductive Hearing Loss النقطة البعد كده في حاجة خاصة بـ Flies الدبان والكلام ده كله طبعا يبقى فيه Noise و Iwitation تلاقي كده في حاجة ايه؟ نموس دبان فبالتالي تلاقي فيه زن كده جوا ايه؟ جوا ودنة فدي خاصة في الـ Animate Foreign Body يبقى فيه Iwitation وفي مينها Noise دي clinical picture of foreign body Impaction in the external auditory canal بعد كده Complications ايه الـ Complications اللي ممكن تحصل نحفظها بـ اثنين OI اثنين OI Injury و Infection Injury و Infection Injury ازاي يعني؟ ايه موجودة فين؟ في الـ External auditory canal فممكن يحصل Injury في الـ External auditory canal ممكن تخش جوا شوية كمان وتعمل Injury drum وتعمل Perforation ثاني OI Infection Infection طبعا هي موجودة فين؟ في الـ External auditory canal فتعمل Infection في الـ External auditory canal فتعمل حاجة اسمها Otitis external يعني إيه Otitis external ده Inflammation في الـ External auditory canal طب لو حصل بفريشن أو ربشة في الدرامو ودخلت جوة Middle ear هتعمل Inflammation في الـ Middle ear يبقى Complications Injury و Infection بعد كده treatment of foreign body في الـ External auditory canal هنعليك هزيه؟ أنا قلت انه الـ foreign body بقسمها إلى types وبالتالي الـ Treatment بتاعي هيثري على حسب type of foreign body فبالتالي رقم واحد انيميت foreign body يعني ايه انيميت foreign body زي الفلوي تمام؟ زي الموسكيتو هعمل ايه؟ اول حاجة قالك لازم تعمل تقتل الحشرة دي بالـ Oil drops بالـ Oil drops او ممكن الـ Alkohol وبعدين تعملها عن طبيق حاجة اسمها الـ Air Wash او ممكن باستخدام حاجة اسمها تطلعها مفيش مشاكل ده الانيميت foreign body طب لو كان اين الانيميت foreign body اين الانيميت هل هو vegetable organic ولا non-vegetable الانيميت اول حاجة اول حاجة طبعا الـ Air Wash is Contra-indicated ماينفعش تعمل Air Wash ليه؟ لانه الـ Vegetable foreign body زي الـ Beans وزي الـ Beans وزي الـ Seeds طبعا لو عملت Air Wash هتنتص المية وحجمها يزيد فبالتالي بقى صعب انك انت تعرف ايه؟ تخرجها فبالتالي Air Wash Contra-indicated لانه يحصل لها ايه؟ Swelling طب هتعملها ريموفر ازاي؟ بالـ Suction بالـ Forseps بحاجة اسمها الـ Hooks كده يعني بعد كده Non-vegetable foreign body دي بقى اي حاجة مش تفرق معاي يعني مثلا زرار مثلا او حاتة ورقة او مثلا خرزاية عادي بالـ Air Wash بالـ Suction بالـ Hooks بالـ Forseps اي حاجة طبعا هنا في ملحوظة قالك لو انه الـ Patient مش cooperative يعني مش يريحني مش عارف انا اطلع طبعا عشان اطلع foreign body لازم ان يكون الـ Patient كده ساكن كده متحركش ولا ممكن اعمل برفريشن الدرام طبعا لو كان مثلا child مثلا وعمال بقى يتحرك وبتاع ومش ثابت ممكن نعمله جنرال اناسيزيا لازم تعمل جنرال اناسيزيا ليه؟ علشان تأفويد انك تعمل برفريشن الدرام تمام؟ ده بالنسبة لـ Infection of foreign body في الـ External auditory Canal كده احنا خلصنا Traumatic diseases اللي ممكن تيجي في الـ External ear طبعا في حاجة اسمها Traumatic rupture في الدرام دي نولها بعدين نولها مع الميدي الـ تمام؟ بعد كده هخش على Inflammatory diseases of الـ External ear وبالتالي انا ممكن يحصل عندي Inflammation في الأوريكل تحديدا في الـ Barychondrium بتاع الكارتلج أو في الأوريكل فسميه Barychondrites ليس قيلوا فين؟ في الـ الـ تاني حاجة ممكن يحصل Inflammation في الـ External auditory canal فنسميه ايه؟ Autides external اللي نسئيلها فين؟ في الـ Complication بتاعة foreign body impaction in الـ External auditory canal فرقم واحد الـ Barychondritis of the Oracle يعني ايه؟ الـ Barychondritis طبعا نفس الـ رقم واحد Definition اثنين 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 اول حاجة of Barychondrites Infected Heematoma و برضو Infected Laceration انا قلت ان فيه Heematoma في الأوريكل و Laceration في الأوريكل لو حصل secondary bacterial infection برضو برضو تعمل Barychondrites ايه كمان؟ انه بمطابة بساطة لما يجي اعمل Inception and Evacuation الـ Heematoma وتكون الـ Conditions اللي انا فيها Septic Conditions فبالتالي يحصل عليها secondary bacterial infection فتعمل Barychondrites فبالتالي Infected surgical wound انفكتت ايه؟ Surgical wound زي على سبيل مستيانة ما يجي اعمل Inception and Evacuation لـ Heematoma ايه كمان؟ طبعا فيه حاجة هناخد بعد شوية حاجة اسمها الفرانكل ده هو التابع حاجة اسمها أوتايتس اكسترنا أوتايتس اكسترنا الفرانكل ده ماينفعش خالص ان اعمله سكويزنج لازم انابه الـ Patient انه مايرعبش في الفرانكل ده فرانكل ده حاجة عاملة زي الدم الموجودة في الأكسترنا فبالتالي ماينفعش يقعد يلعب فيها لانه سكويزنج الفرانكل برضو يساعدها او فيه ماتومة او لازيبيشن او سيرجيكال ووند او لو فيه فرانكل وعملت له سكويزنج طبعا فيه حاجة اسمها الكوزتيف أورجنزم ايه اشهر أورجنزم اللي بيعمل البريكوندويتس بكتيريا كده اسمها سودومونس سودومونس بايوسيانيا سودومونس بايوسيانيا طبعا السودومونس دي معروفة جدا في المايكرو ارخم بكتيريا في العلاج سودومونس فبالتالي دي اشهر بكتيريا ممكن تعمل البريكوندويتس ايه هي الكليكالبكتشور ايه الكليكالبكتشور البروكوندويتس طبعا ده انفلاميشن يعني انفلاميشن يعني خمس كلمات يعني سويلنج ووديدنس وغوتنس وبين وتندرنس الانججها الشيكي من ايه هاي الشيكي من بين طبعا اشهر حاجة بين انت هتجد بالدوسي تلاقي فيه هتلاقي فيه وغوتنس وهوتنس وتندرنس بل عادة اسمها سيمتوم ساين السيمتوم هو واقش حاجة البين ممكن اعانج الشيكي برضو من سويلنج لكن انت هتجي البلس هتلاقي في ايه هتلاقي ان في بدنس وفيه هوتنس وفيه تندرنس تجي تتكع عليها تعمل تعمل بين شديد جدا وبالتالي انا قلت انه الهيماتومة مفهاش تندرنس ولكن البريكوندريتس فيها تندرنس عشان ده انفلميشن اكيوت انفلميشن وايه كمان وايه طبعا الال سويلنج بعد كده ايه كومبليكيشنز ممكن تحصل نتيجة البريكوندريتس كومبليكيشنز هي نيكروزيس في الكارتلج ممكن يحصل نيكروزيس في الكارتلج وبالتالي يحصل هيلنج باي الفايبروزيس والفايبرستيشو هيكون تباكت فيعملك الكاولي فلاور اير اللي هي الويدن الارغنبيطة طيب بعد كده ايه تبيتمنت بتاعك طبعا ده انفلميشن كوزوباي بكتيريا وبالتالي بنيدي انتيبياتيك لوكال وستاميك لوكال انتيبياتيك وستاميك انتيبياتيك طبعا علشان في بين بإضافة كمان الى تندرنس فبنيديره ايه؟ انالجيسيكس انالجيسيكس بعد كده كمان لو في بص برج اعمل انسيشن وايفاجواشن انسيشن وايفاجواشن طبعا لو حصل نيكروزيس في الكارتلج بنعمل حاجه اسمها سيرجيكال ديبرايدمنت سيرجيكال ديبرايدمنت نبدأ ان احنا نشيل الكارتلج الحاصل في الكروزيس ليه علشان ما يحصلش اسبريد الانفكشن ويروح لبقية الكارتلج فبنعمل حاجه اسمها ديبرايدمنت او سيرجيكال ديبرايدمنت طيب اذا انت لاحظ انه التريتوني بتاع البريكوندريتس هو بالزبط ازاي بتاع الهيماتومة انتيبيوتكس وانالجيسيكس وانسيشن وايفاجواشن ولكن طبعا في الهيماتومة كان في حاجه خاصه بيها هي تايت بانديج طيب في البريكوندريتس الحاجه الخاصه بيها هي السيرجيكال ديبرايدمنت اذا كان نفس التريتمنت ولكن الاختلاف فوق فيه öğrenci!... وهنا في البريكوندريتس حاجه اسمه ‫سيرجيل ديبرايدمنت طيب…. كغ best Inflammation of the Oracle بعد كده Inflammation of the external orythritis external وطبعا ده اهم موضوع في الاكسترنال الكلام اول حاجة ايه definition of the external? ده عبارة عن Inflammation of the external orythritis تحديدا الScan lining external orythritis لان اعارف انه external orythritis external lined by a by skin اللي هو certified squamous epithelia تمام بدا رقم واحد The Inflammation of the external orythritis external بعد كده Inflammation of the external orythritis external مهم جدا ايه The Classification of the external orythritis external قالك فيه Infective و Non Infective Infective و Non Infective والإنفكتف حاجة من ثلاثة يا فيروس فيسموها Viral otitis external يا فانغس فيسموها Fungal otitis external يا باكتاويا فيسموها Bacterial otitis external بعد كده Non Infective زي ايه السيبورية السيبورية بتعمل otitis external ايه السيبورية دي؟ طبعا هو مش علينا يعني كلام التفاصيل بس ندي كده نافذة مختصرة عشان نخلص منها السيبورية ده عمارة عن Metabolic Disorder على مستوى الجسم كله يقولك انه السيبيشوس جيلاندس بتطلع سيبام السيكيشن بتاع السيبيشوس جيلاندس بيطلع بكيميات كتيرة فبالتالي يعملك inflammation على مستوى الجسم كله حتى يعملك درماطيس حاجة يسموها سيبوريك درماطيس ويعملك القشوة اللي بيسموها Dandruff Dandruff ويعملك باروك سيبوريك مين؟ اوهيسكستيرنة وحتى كمان في حاجة يسمها سيبوريك بليفاريتس في الرمض مش مهم يبقى ايزا ده ايه السيبورية تعني اتكلم بقى عليهم منه الا وهو الانفكتيف قد تكون فيرال قد تكون فانجل قد تكون بكتويا اول حاجة ال فيرال اوطايتس اكستيرنة ال فيرال اوطايتس اكستيرنة انت عندك فيه تلت امثلة اول حاجة الهيربس سيمبليكس ده فيرس اسمه الهيربس سيمبليكس رقم اتنين الهيربس زوستر رقم تلاتة حاجة اسمها البولوس مايوينجايتس بولوس مايوينجايتس طيب اول حاجة الهيربس سيمبليكس الهيربس سيمبليكس طبعا ده فيرس مشهور جدا ال فيرال اوطايتس اكستيرنة اللي هي قوزد با الهيربس سيمبليكس بتتصب بحاجتين اول حاجة بيكون في فيفر العيان بيجي اشتكي من فيفر رقم اتنين كمان بيكون في فيزيكلز في اروبشن اف راش ولكن الفيزيكلز دي بتتصف ان هي مش بانفول خلي بالك مش بانفول ليه؟ لانه ال فيزيكلز بتاعة الهيربس سيمبليكس بتبقى بانفول تمام؟ يبال هيربس سيمبليكس بيتميز بحاجتين طبعا هيكون في اوطايتس اكستيرنة انفلميشن في الاكستيرنة كانت معها فيفر ومعها فيزيكلر راش بعد كده الهيربس سيمبليكس طبعا بيعمله ايه؟ فيروس اسمه الهيربس زوستر فيروس طيب هو الفيرل اوطايتس اكستيرنة بيتميز بإيه؟ بحاجتين فيزيكلز وبان يبقى بين وفيزيكلز الفيزيكل دي بانفول يبقى اذا الهيربس سيمبليكس فيفر وفيزيكلز طب الهيربس زوستر بين وفيزيكلز وهنا في نقطة مهمة جدا سندروم طبعا بما يكلم مع سندروم الفيرل اوطايتس اكستيرنة بيسموها هيربس زوستر أوتيكس هيربس زوستر أوتيكس طيب فيه سندروم مهمة اسمها رامزي هانت سندروم رامزي هانت سندروم ده واحد تركي اسمها رامزي هانت سندروم السندروم السندروم دي عبارة عن ثلاث حاجات ثلاث حاجات بس قبل ما اتكلم عن ثلاث حاجات دولات لازم اتفهم سندروم دي ورا عن ايه دي سندروم كوز دي باي الفيرل اسمه هيربس زوستر هيربس زوستر فيروس الهيربس زوستر فيروس ده بيتميز بانه نيورو ترابيك نيورو يعني نيورو ترابيك دي أو نيورو ترابيك نيورو ترابيك يعني بيحب النيربس يعمل انفكشن للنيربس يو هيدروب النيرب وبالتالي الكريديكال بيكشر بتاعت السندروم دي هتبقى نتيجة ان هو نيورو ترابيك ازاي؟ قالك رامزي هانت سندروم رقم واحد هيربس زوستر اوتيكاس هيربس زوستر اوتيكاس الهيربس زوستر اوتيكاس بيتميز بحاجتين انه في فيزيكلز فيزيكلز رقم اثنين في بين فيزيكلز بينفول فبيشتبه حاجة اسمه اوطالجيا يبقى الهيربس زوستر اوتيكاس بيتميز بحاجتين فيزيكلز ومين وبين وطبعا الفيزيكلز موجودة فين؟ موجودة على الكونكا لسألها من شوية انه الكونكا سبضايت باي الفيشل نيرف لان الهيربس زوستر هيدرو فبالتالي هيبقى عندك في فيزيكلز فين بعد الهيربس زوستر اوتيكاس حاجة اسمه فيشل براليزيس وهو لسا ايد انه بيدرب الفيشل نيرف فعمال حاجة اسمه الفيشل براليزيس مش كده وبس ده كمان هيضرب النيرفي التام من اللي هو اسمه فيستيبولو كوكليار نيرف ده المسؤول عن الهيربنج والاكوليبريام الهيربنج والاكوليبريام وبيتتلع عيان هيجش تيكي من هيربنج لوس وفيرتايجو هيربنج لوس وفيرتايجو ايه نوع الهيربنج لوس سينسوري نيورال هيربنج لوس ليه؟ لانه انا ضربت النيرف فبالتالي السينسوري نيورال تمام يبقى اذا رامزي هانسن دروم قباراتات حاجات حاجات اسمه هيربس زوستر اوتيكاس دي عبارة عن وبين والفيزيكلز بتميز ان هي فين؟ في الكونكا هسألك ليه في الكونكا؟ لانه الكونكا سبلايت باي الفيشيال نيرف والهيربس زوستر بيضرب الفيشيال نيرف عشان كده بعد الهيربس زوستر يقصر حاجات اسمها فيشيال براليزيس واخيرا الفيستيلو كوكليا نيرف بيتضرب فهيعملها حاجات اسمها السينسوري نيورال هيرلينج لوس وفيرتايجو ايه تفسير هانسن دروم الميرف دوت نيروتروبيك بيحب يضرب النيرف طيب جالي عيان عنده رامزي هانس دروم او عنده هيربس زوستر اوتيكاس هتعالجه ازاي؟ طبعا في بين فنديله أنالجيسكس ودافايبس فنديله أنتي فيرل واشهر أنتي فيرل هو مين؟ الأسايكلو فير أو اسمه الثاني زوفيركس الثاني اسمه زوفيركس أسايكلو فير او زوفيركس طبعا بيتاخذ لوكلو سيستامك بارتوك لوكلو سيستامك طيب يبقى أنا خلصت هيربس سيمليكس وهيربس زوستر بعد كده البولوس مايبينجايتس مايبينجايتس طبعا البولوس مايبينجايتس هنشرحها بالتفصيل شوية يعني هقول مهمة في رقم واحد ايه البولوس مايبينجايتس ده عبارة عن أو 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 هذا يهم النقطة انه يحصل للأوتر لير وفي التباني في ميبرين طيب ايه الاتيولوجي الاتيولوجي بتاع فيه اختلاف في النقطة دي فيه كتب تقول لك وفيه قول لك لا الانفلونزا فيروس الانفلونزا فيروس وفيه قول لك حاجه اسمه وبالتالي فيه اختلاف في النقطة دي بس نمشي مع ايه؟ معناه كوزد بايل انفلونزا فيروس ماشي ايه الكلينكالبكشر العين هيشتكي من ايه؟ هيشتكي برضو من نفس النظام هيشتكي من بين اوتالجيا او يسموها ايك ايه ايك دي هي اوتالجيا بين في القير تاني حاجه طبعاً بيشتكي من بيتميز بانه سيرو سانجيونس سيرو سيرو سيباس يعني ايه سيرو سانجيونس سانجيونس يعني ايه دم بيقولك ايه معرق بدم سيرو سانجيونس تشورج طب ليه بيجي تتتتتشورج دوت بيجي تتتشورج من الساينز تعانشو في الساينز طبعا الساينز هيخش بالاوتوسكوب هتشوف ايه؟ هتشوف انك عندك في بولي بولي جمع إيه؟ بولوس بولي مليانة سيروس فلويد موجودة وساعة بيبقى أحيانا مع الفلويد دوت مين؟ بلود موجودة في الأوتر ليروف التنباليك ميبرين فلما ترفشر هتطلع مين؟ السيروسانجونس تشورج يبقى أهم حاجة في البروس ماليجويتس إنه هو كاراكترايز بوي البولي اللي هي مليانة السيروس فلويد وفي بعض الأحيان بلود ولما ترفشر طبعا بإيه بتطلع السيروسانجونس تشورج إيه التويتمنت بتاع البولوس ماليجويتس؟ طبعا هو العيان يشتكي من سيفير بين البولوس ماليجويتس كاراكترايز بوي سيفير بين فبندلوه أنرجيسكس يهم حاجة أنرجيسكس بندلوه كمان إيه؟ أنتيبيوتك إيه أنتيبيوتك؟ علشان أمنع السكندري بكتيري الإنفكشن كده أنا خلصت الفيرل أوتايتس إكسترنا بعد كده حاجة اسمها الفانجل أوتايتس إكسترنا أو بيسمها الأوتو ميكوزيس الأوتو ميكوزيس قالك إيه في الفانجل أوتايتس إكسترنا أو الأوتو ميكوزيس؟ أول حاجة ديفينيشن ده عبارة عن فانجل إنفكشن أو إنفلاميشن أو الإكسترنا أوتايتريكنيل إيه الإتيولوجي؟ الإتيولوجي دوت عبارة عن اتنين فانجوي هما اللي بيعملوا الفانجل أوتايتس إكسترنا مهمين جدا أول واحد اسمه أسبرجلوس نايجر نايجر يعني أسود والتاني اسمه كانديدا البيكانيز كانديدا البيكانيز البيكانيز يعني إيه؟ الأبيض يبقى الأسود والأبيض أسبرجلوس نايجر والكانديدا البيكانيز إيه الليميق البيكشن بتاع الفانجل أوتايتسترك؟ طبعا���سشروة من السيمتم dro�� стاAST السيمتمexist 우리�さいاخل اي فانجل بيتميز بكلمة واحدة مهمة جدا أتشنج الأتشنج أتشنج في بالتاري رقم واحد هو الأتشنج في الأتشنج أوتايتريكنيل التاني حاجة طبعا ببقى فيه ميز في ميز في الأكستيرن أوتايتريكنيل فلو عملت arbitrーいفاليوام Cleans هتشنج PG في التالي السمتومز الاتشينج والايه والكونباكت فييرنج لس هيجيش تاكي من ديفنس فبالتالي الساينز هجيخوش بالاوتوسكوب هتلاقي فانجال ماس فانجال ماس المازي مميزة جدا ليه علاقي عبارة عن وايت ماس لونه ابيض وعليها نقط صودة بلاك سبوتس ليه وايت ماس علشان الكند قلب كانس البيضة طب واللي فيه دارك سبوتس او بلاك سبوتس عشان اسبرجيلا سنيجر وطبعا بيوصفوها ان هي عاملة زي نيوزبيبر ويت نيوزبيبر اللي اي نيوزبيبر دي او الجبيدة انه طبعا الجبيدة بتبقى عبارة عن ورقة بيضة وعليها حبرة اسود فبالتالي ايه او يقولك انها شبهها يعني ويت ماس وعليها ايه بلاك سبوتس ماشي بعد كده التويتمنت بتاع الفانجاليس اكستيرنا او الاوتومايكوسيس هنا التويتمنت بتاعي تلات مقط بالزبط اول حاجة انت عندك فيه فانجال ماس فبالتالي لازم انتشالها فبنامل حالي اسمها Local Cleaning Cleaning of external auditory canal بنشال الماس بتشالها بايه بالسكشن احسن حاجة بالسكشن ممكن استخدم air wash ممكن استخدم air wash ولكن يفضل السكشن هو مش Contraindicated خلي بالك ولكن يفضل من السكشن خلي بالك من النوطة دي انه air wash مش Contraindicated لانه بعد كده هقولك انه الاروش في البكتيريا كنت بقى بعد كده رقم اثنين طبعا ده فانجال فبهادي ايه انتي فانجال انتي فانجال انتي فانجال طبعا هادي local drops ايردروس طبعا زي مين مشهور جدا طبعا نخلي بالك فيه حيط مهم هنا قالك انه الكانديدا البكانس الكانديدا البكانس بنديلها حاجة اسمها amphotricene b يبقى الكانديدا بتتعالج بال amphotricene b والاسبرجيلوس بانتي فانجال تاني اسمه نستاتين نستاتين تمام؟ فبدل اتنين دولة نستاتين وال amphotricene b الكانديدا sensitive amphotricene والاسبرجيلوس sensitive المين لنستاتين فبعد كده بدي الخل اللي هو السليسيليك اسد 2% السليسيليك اسد طبعا الخل في البيت هو عبارة عن 2% السليسيليك اسد خل طيب ليه؟ علشان الخل كيواتوليتك كيواتوليتك يعني كيواتوليتك او بيشيل ابيثاليام بيشيل ابيثاليام ليه ان ابيثاليام فيه انفكشن فشيله علشان يوقف الاسبرجيل رقم اثنين بدي الكوحول الكوحول 70% ليه؟ لان الكوحول بردوك عنده بيقتل الفنغس يبقى الكوحول ايردروبس يبقى رقم واحد رقم اثنين انتي فنغال ايردروبس رقم ثلاثة بعمل باكينج يعني باكينج باكينج يعني بعمل حشوة في الاكسترنال او داتي كانال ازاي؟ بقوم جايل كده حتة شاش بيسوف جوز و بعد كده اقوم حط عليها انتي فنغال انتي فنغال وبعدين اقوم حطها فين؟ في الاكسترنال او داتي كانال طبعا هنا في مرهم او كريم مشهور اسمه الكينا كومب مرهم كينا كومب ده بيتميز بانه انتي فنغال وانتي بيوتك فبالتالي اقوم جايبين الحتة الجوزي ونعصها انتي فنغال زي كينا كومب مثلا وبعد كده نقوم حطينه في الاكسترنال او داتي كانال وغير عليها كل يومين يبقى بيحطها وغير عليها ايه؟ كل يومين كده نخلصت او الاوتوميكوزيس ال Congo هو البكتيريال أوتاتيس اكسترنة دى اهم الموضوع في الاكسترنال الطبيعي الرقمية رقم اثنين م mechanitional رقم ثلاثة ملغم نبتоде الاول يجب ايز Berlijk 실내 أو تبكز اللغاية التفاصية الان فيهم كلام متشابه الفما ببدالتالى بعد ت finishes ...تحاول ايه اختلافات absence اول حاجة يعني ايه الوكاليز اكسترنا او يعني فرانكل اول حاجة الديفنيشن متاع الوكاليز اكسترنا او الفرانكل ده عبارة عن استافيلو كوكال انفكشن او في الهير فوليكل وهنا في واقفة اول حاجة انا لي قلت استافيلو كوكال انفكشن لانه الارجنزم الوحيد الى عمل انفكشن يعمل الوكاليز اكسترنا هو الاستاف فاقول الاستافيلو كوكال انفكشن رقم 2 ليصيح الوصوليكلة في الهير فوليكل majывização طبعا دي كان في حتة بال discord blylv ل Paul EamproZY ايلي كان يقولك كما توقيت استافيل عبارة الاوضاياث كان يدو يجي ان هناك شيئايه في easis وحاجة اسميها الفرانكل وحاجة اسميها الكربانكل وكاني يقولك ان تصمي البلال يا مرافو الفرانكل منتكلم عليها تمام كان نقول لك ان الفرانكل لم تكن ليس إلا في الحكة التي فيها هير فوليكل فى هو لك بالتحديم فيها في الفوليكل وبعد كده يحدث حاجة اسمها الفرانكل يتكون كده دم الزغير وبالتالي الفرانكل لم تكن ليس إلا فيها تمام يبقى ايزا استثبال ما فيها الفوليكل وبردو الطبعا الهير ياخواننا موجود فين في الأوتر ثيرت في قفل اكسترن الاثريكانال ليه؟ لانا قلت انه الاوتر ثيرد عبارة عن في هير فوليكلز والسباشاس جلاند والانر ثيردس البوني ثني سكان مفهوش هير فوليكلز ومفهوش سيباشاس ولا سويت جلاند وبالتالي ادام الهير فوليكلز موجودة في الاوتر ثيرد بس فالفرانكلي مش هي الا في الاوتر ثيرد بس تمام؟ بعد كده ايه هو الاتيولوجي؟ ايه الاتيولوجي? aucunين هو الاتيولوجي ايه الاتيولوجيين؟ ليه است obt تعقل والايت نستهر ب practice بيسموها فرانكلوزيس يعني فرانكلوزيس يعني مالطيبول فرانكلس بتبقى مالطيبول وتبقى بيكون عشان الميونيتي ايه بعد كده ايهو الكرينيكالبكتشر او الفرانكل او الوكالايز وطايتس اكستيرنا اول حاجة طبعا السيمطومز وبعد كده الساينز ايه السيمطومز؟ السيمطومز ثلاث حاجات بالزبط بين ديستشارج وديفنس هجيش تكي من بين اولاك ما ديبت وجعني بين وشيكي من تستشارج وبعد لحين نلاقي حاجة خارجة من الودان وتستشارج ويه الدفنس اولاك انا حاس ان السيمعي تقيل فرقم واحد البين البين هنا في نقطة مهمة جدا يقولك انه البين بيزيد مع المستيكيشن البين بيزيد مع المستيكيشن يقولك حتى ايه ما يعرفش يأكل ما يعرفش يمضغنبان ليه ليه قالك لانه الفرانكل ده موجود فين؟ في الاكستيران طيب المستيكيشن دوت انا بشغل انه جوينت التمبرو مانديبولار جوينت اتي امي جي تمبرو مانديبولار جوينت والجوينت دوت التمبرو مانديبولار جوينت التمبرو مانديبولار جوينت فانت لما تحرك الجوينت دوت وبعدين كمان اوثر ثرد كارتلج فسهل جدا ان يضغط على فرانكل فبالتالي يعملك ايه؟ سيفير بين المستيكيشن ما يعرفش يم مستيكيشن رقم اثنين التمبرو مانديبولار جوينت اي حتة ايه فيه تحفظ الارد الكاراكتير بتاعته تعطيته فى الكيز وصفة تحفظ للحالة تتشارج التمبرو ماندي خيام فاطبيعي انه سكانتي حاجة قليلة جدا رقم التين بيرولاند لانه طبعا الاستاف بتعمل سابيراتف انفلميشن بص مفيش اي مش ميكو بيرولاند 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 رقم تراتة تشيزي يعني تشيزي طبعا لانه محطوط في كافتي طبعا كافتي صغير بس ده محطوط في كافتي بتخزن كده فبتالي بتجبن بعمل زي ايه اه مش اللي هو ايه السيل كده ببقى ايه حتة ناشفة كده تشيزي يبقى بيرولان و تشيزي بعدها طبعاً الدفنس طبعاً فرانكل الانت في الإكستيرنا نوترد الكانال فلو عمل كومبريت أوبستراكشن في الإكستيرنا نوترد الكانال يبقى إزاً السيمطومس في بين في تشارج في ديفنس البين بيزمي على المسكيشن تشارج و موصفتهم جداً سكانت بيرولان و تشيزي بعد كداً الساينز ما ساينز؟ الساينز أنا أشوفها على عيان لما أجي أكشف على العيان تلات نقل بالزبط التيندرنس وينترنال سوالننج ويبقى سامتم 3 يبقى سامتم سالتا ام سامت ايه التيندرنس وينترنال سوالننج اولا حاجة التيندرنس يقولك التيندرنس لما تيجي تضغط على التبايجس برجال على التبايجس او لما تيمل بولينج للأوريكل العيان بيشس بقلم جدا طيب مش معنى اول حاجة انو تريغس موجودة على فتحة جنب الفرانكل فبالتالي سهلي جدا ان يحصل سيفير بين لما تجد ضوض عليها تاني حاجة لما تجي من بولنج الأوريكل لما تجي من بولنج الأوريكل انت كده بتخلي الفرانكل تعمل عليها بريجر من الاكسترنتر كنال فبالتالي بيعملك تيندرنس رقم اثنين الانترنج سويلنج طبعا دي بتشوفها ازاي ممكن تشوفها من بره ممكن تخش بلو تسكوب هتشوفها بردك بس طبعا دي بيشوفها من بره يعني الانترنج سويلنج دو ده فرانكل فرانكل هتلاقي موجود في الاكسترنال وطبعا تلاقي المون كده ايبادش نون المحمر كده طبعا عشان دوت مين موجود في الاوتر وايثير دو اف الاكسترنال اوتركنال ليه علشان هنا في هير فوليكلز خلي بالك مهم الحتة دي تضبحت قليل البخ格 علشان الانترنج everyone في اوجه الاختلافا بني pinsين الانترنج دو تبقي موجود في الاوتر ثرد بيكون حضر وساعد يدع المberخلة وهناك ن تلق بالكتاب فده معناها انه حصل اسبردل انفلاميشن للمفنوودز بيزون الساينز في تندرونيس وإنترنال سويلنج واكسترنال سويلنج كده انا خلصت الكرينكالبكتشر بعد كده في حاجة يسمى الانفيزيكيشن ايه الانفيزيكيشن ايه الانفيزيكيشن يمكن اطبع من العيان؟ طبعا لانه اشهر حاجة اشهر بريزويني فاكتور للفرانكل هو الديابيتس فاطلب منه بوات شوجر وخاصطا لما العين ده يجيلي عنده فرانكل وعالجه بعدها بسبوع يجيلي عنده فرانكل يبقى شوكي عن ضيابيتس يبقى مشكلتك مشكلة ضيابيتس مش مشكلة انتية فبالتالي هطلب منه ايه؟ بوات شوجر ده الانفيزيكيشن اللي بعمله في الايه في الفرانكل بعد كده التويتمينت اف الفرانكل او لوكاليز اوتاتس كستيرنا بنقسمها النقطتين جنرال و لوكال يعني جنرال سيستيميك ندى حاجات جنرال سيستيميك انتيبيوتكس سيستيميك انالجيسكس طبعا انتيبيوتكس انالجيسكس عشان بيشيك من بين وبيزيت مع مستيكيشن فبنديره ايه؟ رقم اثنين لوكال لوكال بالضبط نفس الترتيب بتاع التويتمينت اللي قلناه فين؟ في الاوتومايكوزيس رقم واحد لوكال كلينج رقم اثنين الايردروس رقم تلاتة الباكينج رقم واحد قالك لوكال كلينج بعمل لوكال كلينج اخواننا بالاكستيرنا نعود دي كنال باستقشن وبس ماينفعش ايرووش الايرووش باستقشن باستقشن في اي حالة باكتيريال اوتاتسكستيرنا لانه بالايرووش هساعد على واحد يقول لي طيب انت ليه في الاوتومايكوزيس الايرووش ما كاناش كونتومايكوزيس تفسير انه الباكتيريال بيكون ديب شوية الانفلاميشن بيكون داخل ديب فبالتاني تبساد على لكن هناك في الاوتومايكوزيس الفانجل ماس موجودة جواه في الكناية برا الابيثيليام تمام فبالتالي الاسبريد بيكون نبريل انو يحصل ده التفسير انه انو اليه الابيثيليام موجودة في الباكتيريا انو الابيثيليام بيكون اخذ الابيثيليام فبالتالي انت بساعد على عن فانجل ماس موجودة جواه كنايل تمام فالايرووش هتعبت خرجه بعد كده بعد الايردروس بتستخدم ايردروس اسمها جليسرين اكثيول اسمها جليسرين اكثيول ايه الجليسرين اكثيول ده ما اسمه الجليسامين ويسمى الاكساول الجليسين ايدي ايجروسكوبك كما يمضخ المياه تميز يداد يقللها ويقلل مين التنشن وبالتالي يقلل الية البيئن البيئن ويقلل الية وهي الاكساول الى الاكساول ما ايكساول يقلل ما ايدي مادة يعني تقلل البيئن بعد كده نعمل باكينج للإكسترنال كنال طبعا بنقوم جميعين باكينج للإكسترنال كنال طبعا بنقوم باكينج للإكسترنال كنال بعد كده في نقطة أخيرة بيقولك إيه إنه لو الفرنكل ده كبر لما يكبر بقى اسمه إيه؟ لأن الفرنكل أصغر حاجة يلي الأبسس يلي الكربانكل بالتالي يقولك إنه لو كبر شوي بقى أبسس بنعمل إيه إنسشان و بنعمله إيه؟ طيب في بقى إيه أخيبة هنا يقولك خلي بالك أوعى تعمل سكويزينج للفرنكل وأوعى تخلي الباشنط يعمل سكويزينج للفرنكل اللي ممكن يؤدي إلى البروكند بايتس البروكند بايتس هتؤدي إلى كولي فلاور إير طبعا شكلهم مش بقى إيه لذيذ فبالتالي بنطلب من الباشنط إنه يأفويد سكويزينج للفرنكل وأنت كمان أوعى تعمل سكويزينج للفرنكل طيب بعد الوكاليز اكسترنا هتكلم على الديفيوز اكسترنا لما تيجي تكلم على الديفيوز اكسترنا تريبا نفس الكلام يعني الكلام جديد قليل بتاع نشوف أول حاجة الديفنيشن خلي بالك في الأول يقولك إنه الديفيوز اكسترنا لها كمان اسمين ��ار القليل سوامار أير السوامار أير رقم أين السوامار أير بينا في إلكي اسم مكدة سوامار أير بقي سوامار أير سوامار أير مىٰ ديفيوز اكسترنا أول طبعا crayن ابوز اكسترنا ديفيوز اكسترنال الدفيا سهل من الاسم بعد كده ايه الاتيولوجي الاتيولوجي طبعا الوصف و البرزبوزينج فاكتور الوصف ممكن استيف ممكن استريبت و ايب كان مور كوموني استريبت ليه لو ترجع بالذاكرة في الباثولوجي يقولك انه استريبت معها بيكون دفيوز حتى كان يقولك المثال هو السيديولايتس يقولك السيديولايتس كان دفيوز لكن لوكاليز زي الابسس و زي الفرانكل و زي الكربانكل كان يقولك مين الايه الستاف طبعا علشان الستاف بتطلع حاجة اسمها كواجيوليز وتعمل لوكاليزيشا وتكون كافتي ويبقى الكافيتة في باص بيعملك ابسس او كربانكل او فرانكل لكن طبعا الستريبت بيبقى ايه دفيوز شوية دفيوز لانها طبعا ما تطلعش كواجيوليز فالانفرميشن بيكون دفيوز فبالتالي مور كوموني هنا الستريبت هي تعمل دفيوز قطعاتس اكسترنا ايه البردسبوزن فاكتور البردسبوزن فاكتور بنحفظها كالتالي ستة اس ستة اس طبعا رقم واحد هو الشوغر اس شوغر للديابيتس اللي سيالها فوق في الفرانكل قلت الديابيتس برضا في الديفيوز الديابيتس بارلوك بردسبوزن فاكتور ايه كمان اس بولك سكباتش سكباتش او الاكسترنا تضر كنين تبع تلع في ودنك مثلا الاوتنا كده تجيب السلاكت الويدين وتبع تلع في ودنك وكده لو هي مش معاقمة كويس هتعمل دفيوز او تاتس اكسترنا في بعد كده الـ swimming انفكتد swimming pool لو انت عمات السويمينج في حام سباحة مش معاقم كويس مش مفوش كولور كويس فبالتالي هيحصلك الديفيوز او تاتس اكسترنا كمان حاجه اسمه لسويتنج طبعا العرقة العرق برضك يساعد على حدوث الديفيوز او تاتس اكسترنا عشان كده يصمي منها يقولك انه في الدول اللي هي فيها hot weather والرطوبة عالية وكلام ده كله بحصل سويتنج كتير لو اكساسف سويتنج زاد عن لزوم يساعد على حدوث الديفيوز او تاتس اكسترنا ويسموها tropical ear في كمان السيبورية للسلام شوية السيبم كتير وكام ده كله طبعا والسيبم دوت غيزة كويس للبكتابية البكتابية تحب السيبم قوي فبالتالي ساعد على حدوث الديفيوز طبعا والسويتنج نفس النظام السويتنج كتر وكام ده كله مع وكام ده كله ممكن يساعد برك الحدوث الايه الساكندر بكتير انفكشن عليه فبيحصل لك الديفيوز او تاتس كسترنا يبانا قلتمين الشجر والسكباتش والسويتنج والسويتنج والسيبورية خمس اس فاضل كمان اس ساكندر بي لما يكون عندك او تاتس ميديا ويحصل دسشارج يخرج عن طريق برفوريشن في الدرام يروح الديفيوز او تاتس اكسترنا كده انا خلصت الاتيولوجي بعد كده كلينك البكتشر كلينك البكتشر بتاع الديفيوز او تاتس اكسترنا زي الفرانكل بالزبط معده اختلافين بس تعال نشوف اول حاجة السمتومس السمتومس ثلاثة من هما البين والسيبورية والديفنس البين بيزيد مع المستيكيش السيبورية باردو باردو ولكن انا قلت الفرانكل علشان هو لكن دوت مش دفيوز وبالتالي مش تيزي خالص بعد كده الديفنس لو حصل وان كان الديفنس اقل في الحدوث من مين من الفرانكل فسهل جدا ان هو يعمل ايه بعد كده الساينس ثلاثة حاجات تندرنس انترنال سويلنج والاكسترنال سويلنج تندرنس بيزيد بيحصل مع امتى مع البراجل على تريغس او بولينج للأوريك رقم اثنين الانترنال سويلنج هنا فيه اختلاف ايه هو انه هو يخبالنا بيجي في كل الاكسترنال او دوت الكنيل انا قلت الانترنال سويلنج فيه في الاوتر ثيرد بس ليه؟ علشان الفرانكل بيجي مع الهير فوليك اللي موجودة في الاوتر ثيرد لكن الانترنال سويلنج هنا بيجي ديفيوز في كل الاكسترنال يبقى طبعا ديمتاس ومشعرف وهوت وديفيوز وكلام ذا كله اكسترنال سويلنج ممكن تلاقي لينفا دونوباثي في البيري أوريكلر والبستير أوريكلر لينفونوز تبقى انوارجة وإيه وتندر نفس الكلام سندوم ساينز نفس الكلام ولكن الاختلاف في التسشورج مش تشيزي هنا رقم 22 ساينز الانترنال سويلنج بيجي فين في كل الاكسترنال او دوت الكنيلين بعد كده ايه الانفستيجيشنز اللي بنعملها انا قلت فوق في الفرانكل بيعمل بلوت شوغر عشان اشهر حاجة مهمة تعمله هي ايه؟ هنا بردوك بيعمل بلوت شوغر علشان بردوك الديابيتس بردوك اشهر بالدسموزنج فاكتور لديفيوز و تنسكستيرنا و خاصلا لو ريكارن اعالج الديفيوز يجي بعد اسبوع عنده دفيوز بعد اسبوع عنده دفيوز بقى ريكارن فايه اشك ان عنده ديابيتس في بعد كده كمان حاجة زيادة بتميز بردوك الديفيوز ايه هي؟ انه بعمله كالتشور اند سيستيفتي تست كالتشور اند سيستيفتي تست اخد كده دوت وبعدت المعمل وبعد كده اشوف ايه البكترية اللي عملت دوت لان قلت ان ممكن استاف وسترابت وكذا بكترية لكن في الوكاليز انا عارف ان هي بكترية واحدة بس هي الستاف فبالتالي انا مش محتاج اعمل كالشور انسيتيفتي تاست لكن في الديفيوس بعمل كالشور انسيتيفتي تاست علشان في اكثر من بكترية ممكن تعمل الديفيوس بوطايتس اكستيرنا طيب طبعا بالجأ لي لما يكون انا مثلا جالي عيني فيه سبعا ديفيوس بوطايتس اكستيرنا انا لما يجيل العيادة انا مش اقعد او 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 اخد من ودنه وبعده المعمل ويشوف البكترية لا انا بعده على طول بس هو لو جالي بقى بعدها ولقيت انه العلاج مفيش افاكت للعلاج يعني البيزستنت ايبقى انا مش عارف البكترية بها ايه فبالتالي ابعد المعمل اعمل او انا بريد ان اعلم البيزستنتجة وعشان اشوف ايه ايه هي البكترية اللي عملت المشكلة وبالتالي ايه نعليجي صحة بعد كده التويتمنت اوف اتفيوس بوطايتس كستيرنا نفس النظام جينرال ولوكر الجينرال انتيبيوتكس علشان بكترية وانالجيسكس علشان بيشتكي من بين وبعد كده اللوكال ايه اللوكال رقم واحد لوكال كليننج ازاي بالساكشن والايرووش كنت تبا انديكيتد علشان يساعد على السبريدوفل انفكشن رقم اثنين هناك كنت بدي الجليسرين اكثيول هنا هات دي ماده مختلفه هي اسمها الالمونيوم استيد ايه الالمونيوم استيد دي دي ماده استرنجنت يعني استرنجنت انتي قدم تصم فبنية ديمين الالمونيوم استيد في بعد كده اعمل باكينج حشو اعمل باكينج الاكسترنال والدريكانين الكافيات الجوز وحط عليها كبير على انتيبيوتك وستيرويز وعمل باكينج الاكسترنال والدريكانين اللي جاء نفس ايه نفس الكلام بتاع الديفيوز بتاع اللوكاليز وطايتس اكستيرنا ولكن الاختلاف هي ماده الالمونيوم استيد واناك بحطها اسمها الجليسرين اكثيول بعد كده اخش على الماليجننت اوتايتس اكستيرنا نورتي في الديفيوز ليها كذا اسم السويمر وطروبيكال برضك الماليجننت اوتايتس اكستيرنا ليها كذا اسم اول اسم نيكروتايزنج اوتايتس اكستيرنا تاني اسم سكالبيز استيو مايلايتس سكالبيز استيو مايلايتس خلي بالك بقى قالك ايه قالك انه من الاسم ماليجننت اوتايتس اكستيرنا هتقول ده ايه ماليجننت تيومر لا ده مش ماليجننت تيومر اول اسم الثالث اسمه استيو مايلايتس اسكالبيز استيو مايلايتس حصل انفلاميشن في البون الموجود في اسكالبيز و بالتالي هو ماليجننت الاسم الثاني اسمه نيكروتايزنج اوتايتس اكستيرنا لانه بيعمل سيفير نكروزيس في التشوز الاقبامه يجي على التشوز بتاعت الكستيرنا الدخولة التشوز في التشوز ضغطة غير نكروزيس في التالي دوت ديزيز رخم جدا ف الناس ماليجننت اوتايتس كستيرنا او الكروتايزنج او اسميلايتس الميلايتس انفلاميشن مش كويس خالص اول حاجه بتاع نشوف الايه فقالك الديفنيشن قلتك الديفنيشن عبارة عن فايتل باكتاوية بيأفكت الاسكن بتاع الاكسترنال ودوتركنيل بيكستند بيوند الاكسترنال ويصل للبون ده الايه الماليجنانت او انيكروتايزنج او السكالبايز طيب اليتورجي وبرزبوزنج فاكتور سي او و بي اف أو الحقيق كو لك بكتاوية بكتاوية رزلة جدا وهي السودومونس ارجينوزة سودومونس ارجونوزة ارخم بكتاريا في العلاق مش كده بس ده كمان بتعمل نيكروزيس في التشوز القدامة واللي هيساعدها النقطة التانية من الالترولوجي اللي هي البرتسبوزنج فاكتور ان الاميونيتي بتكون لو زي في حالات مين؟ الضيابيتس يبقى الضيابيتس شغال معانا في كل حالات ديوتايتسيكستيرنة في البكتيريا فبالتالي اللو اميونيتي مع البكتيريا الرزلة اسمها السودومونس ايروجينوزا يعملك الدزيز الفيتل دوت دزيز فيتل تعال نشوف ليه هو فيتل الكلينك البكشر طبعا سيمتومس و ساينز اول حاجة سيمتومس السيمتومس زي الديفيوز قطعت اسمي اكستيرنة يعني ايه فيه بين وانكوزن المسكيشن اثنين فيتزي تشارج وبردوك سكانتي وبرلوند مش تيزي وبردوك فيه ديفنس ولكن البين يا اخوانا فيري سيفير بيسموه ستابنج ستابنج بين يعني ستابنج كأنه فيه سكينة جواه وفودنك البين سيفير انت ستابنج وبرلونجد ليه برلونجد؟ لانه وصل للبون فبالتالي يبقى برلونجد و سيفير و ستابنج بعد كده الساينز الساينز زي الديفيوز قطعت اسمي اكستيرنة يعني ايه؟ يعني فيه تندرنس ويزيد مع البراجر على تويغس او بولنج الأوريكل وفيه انترنال سويلنج وفيه اكسترنال سويلنج ولكن فيه كلمه مميزه جدا الماليجند وديه لتشخص الماليجند أكستيرنة ألا وهي الجرانيوليشن بيكون عندك فيه جرانيوليشن تشو فيه الفلور بتاع الاكسترنال أوليطري كانال عند جنكشن بتاع البوني بارت والكارتيجيونز بارت من أوليطري كانال طب ايه السبب؟ سبب الجرانيوليشن تشو انه الانفلاميشن دا سيفير سيفير انفلاميشن وطبعا أي جنكشن في البودي يعني أي جنكشن مثلا ايه؟ بين 2 ديفرنت تشوز بيتميز بانه هايل اكتف يعني مثلا بين 2 ديفرنت او 2 ديفرنت أو مثلاً كارتل جوبون أي جنكشن بيكون الحيطة دي تمام؟ فبالتالي سهل جداً ان يتكون الجرانيشن تشف وخاصة الانفليميشن سيفير فالساينز أهم الكلمة هو وتقول برضو الكلام بتعميم بتاع الديفيوز بعد كده حاجة خاصة بالكلينيكا البكتشر أو ممكن نقولها كمبليكيشن أي حاجة هي الاكستانشن لأنه حصل انفليميشن في البون اللي هو اسمه الأوسيومايلايتس الأوسيومايلايتس دوا تحصل في السكول بيز والسكول بيز مديني فالإكستانشن زي هتبقى مش لذيذة خالص هنشوف انت عندك سبع نيرفات سبع كبانيال نيرفيس معرضين ان هما يبوا أفكتد في الماليجناند أوتيس إكستيرنا من هما الخامس اللي هو السادس اللي هو السابع اللي هو الفيشيال الثامن عديه ما الناجع به السابع التاسع اللي هو الجروسوفارينجيال والعاشر اللي هو الفيجاس والحداشر اللي هو الجروسوفارينجيال نتيجة الأوسيومايلايتس اللي حصل في البون في السكول بيز السبع نيرفيس معرضين ان هما للديربو تعال تشوف أول حاجة طبعا الخامس والسادس الاثين دولة لو ترجع بالأناتومي يقولك ان الخامس والسادس ماشيين عند الإيبكس بتاعت البيتراس بون البيتراس دي جزء في التيمبرا بون الخامس والسادس عند الإيبكس فلما يحصل أوتيوميلايتس في البيتراس بون هيقوم يضرب من الكرينيرفي الخامس والسادس فلما يضرب الخامس يحصل ايه؟ حاجة اسمها فبالتالي فيه 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 غمالت فيه و لو ضرب السادس بيغذي مصر اسمها الاترال ريكتس فيه فيها حاجة اسمها جوجه موهم لما السابع يتضرب بسيطة يتحصل فيه حصله فيه ، طب هيتدرك فيه عند الستايلوميستويت فرامل الفيشل نيرف بيخرج من الاسقل عند الستايلوميستويت فرامل فلما يحصل قسطسيوميولايتس عند الستايلوميستويت فرامل هيعمل كومبرشان عليه في حصل كده أنا قلت الخامس والسادس والسابع بعد كده عندك الارباع كرينين نيرفس اللي بعد كده طبعا بيؤفكتد عند إيجاجلر فورامل طبعا التاسع والعاشر والحداشر بيحصل فيهم ايه؟ بالتالي يحصل فيهم ايه؟ بالالزز في بقى حاجه التانية قالت طبعا نتيجه انه ممكن يحصل ملكيسطنشن يحصل اسبرد اوف الانفكشن انتيريو الي فاريوح يضرب البروتد جيلانت كده انا خلصت الكلينكالبكتشر والكومبليكيشنز او الاستنشنز بعد كده هي الانفستيكيشنز بتاعت الماليجنز اوتايتس اكستيرنا مهم جدا طبعا الاثنين بتاع الديفيوز مين هما بلات شوجر علشان الديبيتس الاثنين كالتشر اند سنستيفتي تاست طبعا هيتطلع مين هو واحد بس سودومونس ايرجينوزا طبعا انا ليه بعمله طبعا علشان حالة الماليجنز اوتايتس كستيرنا يخفانا ما بتشخصي بسهولة مسهل جدا زي ديفيوز مثلا يعني على سبيل مسهل انت هتلاقي عندك فيه جرونيشن تشو تممكن مسلا دكتوري شوك ان اندوات ماليجنز تيومر فبالتالي مسهل انك توصل تصل الدياجنوزا اف الماليجنز اوتايتس كستيرنا في رقم واحد في فاستنج بلات جلوكوز رقم اثنين الكالتشر اند سنستيفتي تاست في بعد كده سي تي ليه سي تي طبعا سي تي بيصور البون فبالتالي عشان نشوف الاستيومايلايتس بعد كده حاجة اسمها جاليوم اند تيكنيشيام سكان ايه الجاليوم اند تيكنيشيام سكان؟ ده لي بيسموه المسح الزري ايه فكرته؟ ايه فكرته؟ بمطال بساطة انا بدي العيان السابقة دي اللي هي جيليم انت تكنيشيا بسكن الجيليم بتمتص بتمتص او بتتاخد بالخلايا اللي اسمها اللي بتكون موجودة فين عندي مكان الانفلاميشن وانا عندي هنا في مين في انفلاميشن تاني حاجة مادة التكنيشيا بتتاخد بي الاكتف استيو بلاست الاستيو بلاست فبالتالي مهمة جدا في التشخيص بتاعي هتوريني الاستيو ميلايتس الجيليم انت تكنيشيا بسكن طبعا دي اغلى اغلى من سيتين مهم بعد كده طبعا زي ما قلت انه ممكن اخش هشوف الجرانيوريشن تشو فهشك ندوات ماليجينت تيومور فبالتالي باقوا باوسي وابعتها للمعمل علشان يعمل لها حاجة اسمها هستو باثولوجيكال ايجزامينيشن ويشوف هل هو ادوات تيومور ولا لي عشان اعمل اكسكولوجين لتيومور يبقى الانفستيجيجنز فاستنج بلاد شوجر علشان اشوف ضييبيتس ولا رقم اثنين كالتشور ان سنسيفيتس ويطلع هو كان ماليجينت اوتس اكستيرنا فاكيد هيكون سودومونس الجنوزة رقم ثلاثة سيتي رقم ثلاثة سيتي رقم ثلاثة سيتي رقم ثلاثة سيتي بعد كده هم كلمة في التويتمينت رقم واحد الماليجينت اوتسكستيرنا دي حالة فيتل فلازم العين بتاعك تقعدوا معك في المستشفى الانتيبيوتكس طبعا لانه اشهر بريدزبوزنج فاكتور هو الديبيتس فانعمل ايه؟ كنترول على الديبيتس طبعا نتكلم على الانتيبيوتكس طبعا بنتديله الانتيبيوتكس وهنا الانتيبيوتكس لازم ان تعفظ اسمه علشان ده خاص بسودومونس لانه سودومونس زي ما نقلت رخمة جدا في العلاج بتاعها فبالتالي لازم نديها انتيبيوتك محترم طبعا ده بروت سبكترم انتيبيوتك الا وهو الكينولونز زي السيبروفوكسسين زي مين؟ بندي مدة ايه؟ بندي لمدة عشر اسابية لتنشر اسبوع انت متخيل مدة يعني كام حوالي ثلاث شهور بندي العيان انتيبيوتكس سيبروفوكسسين لانه المرض ده فيه تل بنديله كمان لوكال انتيبيوتكس سيبروفوكسسين يبقى ده ايه؟ اثنين الانتيبيوتكس السيبروفوكسسين وهو السيبروفوكسسين لمدة عشر اسابية لتنشر اسبوع يعني حوالي ثلاث شهور بنعمل كمان لوكال كليننج نفس الكلام بقى لوكال كليننج عن طبيق الساكشن والايرووش كونتر الانتيكيتد ايه كمان؟ طبعا لانه ده نيكروتايزنج فيه نكروزيس ممكن يحصل زي من قلت فين؟ قلت في البريكون رايتس اللي ممكن يحصل نكروزيس للكارتلج فبالتالي بنعمل حاجه اسمها سيرجيكال ديبرايدمنت سيرجيكال ديبرايدمنت نقعد نشيل الكيشو اللي حصل فيه نكروزيس كده انا خلصت الانفلاماتوبي باعدة كده فيها حاجه اسمها اللي ممكن تيجي في الاكسترنال ال اير جاص كده نيمز مش مهم خالص اسمها بس ممكن تيجي بولك مثلا ايه ايه المست كومن الماليجنت او مثلا ايه البيناين ممكن يجي في الاكسترنال ال او دوتر الكنيل كمبليت او ايم سي كيو فبالتالي كلام سريع لذا الكلام التفاصيل من الاجل райوة دى JESSyl اول حاجة تيومرز الممكن تيجي في الأوريكل حاجة من اتنين يبقى تيومرز في الأوريكل يا بناين يا ماليجنت البناين زي اين قلك زي البابلومة أو نيفوس طبعا نيفوس من كلام باثولوجي إن هي مرتومة وما تبقى الشلة بناين ما نجاها في الأقل بابلومة أو نيفوس كمان ممكن يكي من الكارتليج حاجة اسمها الكوندرومة وإن كان الكوندرومة مش كامل زي البابلومة أو النيفس لابل الماسيسات db9 بحكة المليجننت الملينجننت اسكويمة سيركارسينومة والبايزل سيركارسينومة الاثنين يوما ثم نيجوا عادي في الوريكل البيزل سيركارسينومة وطبعا دي لها صورة في العملي مهمة بعد كده تيومرز او في الاكستيرنال اوديتوي كانال في بيناين وفي ماليجننت ايه البيناين؟ حاجة اسمها الاكزوستوزيس ايه؟ اكزوستوزيس الاكزوستوزيس ده عبارة عن ماتبول استيومه استيومه ايه الاستيومه دي؟ ده بيناين تيومر بيطلع من البون بيناين تيومر او في البون لما يكون ماتبول اسمه اكزوستوزيس تمام؟ طيب طبعا هو في حاجة كده بيتميزه انه هو بيجي يعني يقولك انه الايتيولوجي بتاعه بيجي اكتر مع جماعة اللي هما الدايفينج والسويمينج في الكولد ووتر دايفينج والسويمينج في الكولد ووتر مش مش مهم في بعض كده ماليجننت ايه تيومر او في الاكستيرنال اوديتوي كانال الا وهو السكويمة سيكارسنومه انا عندي سكن هيجي السكويمة سيكارسنومه طب ليه ما يجيش بيذل سيكارسنومه لانه لو ترجع بالذاكرة للباثولوجي كان يقولك انه الروضنت ألصر وان بيرديسبوزينج فاكتور زي اولي بيرديسبوزينج فاكتور هو الاكسبوجر للالترا فيولوت ريز ولكن الماليجننت كان كذا حاجة تمام؟ فبالتالي انت عندك الاكستيرنال اوديتوي كانال ازاي تحصل لاكسبوجر لللايد بالعقل كده فبالتالي هو جاستيس كويمة سيكارسنومه من فاحش رودنت ألصر تيجي في الاكستيرنال اوديتوي كانال كده يبقى احنا خلصنا التروماتيك سوري النيوبلاستيك ديزيز اوف مين اوف الاكستيرنال اير فيه بعد كده يبقى نولتو رقم واحد كونجينيتر اثنين تروماتيك ثلاثة انفلماتوبي رقم اربع نيوبلاستيك او تيومورز رقم خانسة الميسيلينيوس الميسيلينيوس هنا حاجة اسمها الير واكس الير واكس اللي هو الشمع الشمع بتاع الويد ده بنحطه في خانة الميسيلينيوس هو في الاول كده الاسم اللي بعرف هو يعني واكس الواكس دوت ده عباره عن السيك بيشان اللي بيطلع من السيرييومنس جريند السيريومنس جريند والسباش الان المت beating التوقف cin N 기 launch pierencia الطبعا السيريومنس هي دية الهوضة الشمعية والسباش الغوضة الدهنائية التنين مع بعض الخوف تسمي الزيق ومما بعض 一شان بال feeling نicon ونورمالي في واكس في ال cognitive و لكن السؤال هم بيطلع من فين؟ يطلعون من الآخر ثيرد من الآخر ثيرد لأن السيريومنسجلاندس والسباشاسجلاندس ليس موجودة إلا في الآخر ثيرد من الآخر ثيرد طبعا هم يطلعون عادي بيطلعون برا الودن كيف؟ لأنه طبعا الابثيليا بتاع السكين بيقع في التالي بالابثيليا يبدأ أن يزوق الشمع وتطلع برا الودن بيطلع في صورة حاجة اسمها فليكس هي الصورة اللي بيطلع بها الشمع برا الاكسترنال المهم لما يحصل بقى واكس اكيوميليشن هي دي المشكلة واكس اكيوميليشن يعني واكس اكيوميليشن ده عبارة عن ابنورمال اكيوميليشن طيب ده تخلي بالك The most common cause of conductive hearing loss in the adult حاجة اسمها الواكس اكيوميليشن طيب ومالف الـ The most common cause of conductive hearing loss in the children حاجة اسمها The most common cause of conductive hearing loss مش مهم بس خلي بالك انه اشهر سبب الـ conductive hearing loss ان اضلت هو الواكس اكيوميليشن حاجة very common طيب هي كلينك البكشر الممكن يجبها العيان طبعا السمطوم هو السمطوم اي حد هيقالفها رقم واحد deafness و اي deafness مع تينيتس ديفنس ليه؟ انت عنك في حاجة سادة الواكس كده وصفه عامل ازاي؟ قالك لونه قد يكون دارك براون او قد يكون يلوش طب اي انت دارك براون و امت يلوش قالك دارك براون لو هو هارد لكن لو يلوش يبال ايه؟ صفت هتفرق مع عاجة؟ او هتفرق في التويتمين تعالشو في التويتمين قالك التويتمين بتاع الواكس اكميليشن كلمة واحدة اير ووش وبالتالي هتكلم دلوقتي عن اير ووش قالك لو هو كان هارد لازم نعمله صوفتنينج عشان نعرف نطلعه نعمله صوفتنينج بايه؟ مادة اسمها الجليسرين بايكربونيت او بال H2O2 ايردروبس طبعا مادة الجليسرين انا دي تاني مرة اقولها اقلت باكدة اسمها جليسرين اكثايون دي كل ما بحطها فين؟ في الفرانكل هنا الجليسرين بايكربونيت بس نعمه في الصوفنينج عشان يبقى صوفت وبالتالي اعرف اعمله ايه؟ ووش ممكن استخدام مكان الجليسرين بايكربونيت ال H2O2 ليومية الاكسوجين بعد كده هتكلم عن ال اير ووش ال اير ووش ده مهم جدا 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 ال اير ووش دوت انا مطالب اعرف ايه؟ اربع عناوين رقم واحد ال اينديكيشنز امتى اعمل اير ووش اثنين كونترول اينديكيشنز امتى ماينفعش اعمل اير ووش رقم ثلاثة التكنيك ازاي بنعمل اير ووش واخيرا الكمبيكيشنز ممكن او انا اعمل اير ووش اول حاجة ال اينديكيشنز طبعا ال اينديكيشنز رقم واحد حاجة اسمها ال واكس واكس وخاصة لو ال واكس حصل اكيموليشن يعني اكسسيف وحصل امباكشن فبالتالي بقى ايه؟ بقى اعمله اير ووش طبعا ال واكس اللي هو هارد بقى اعمله صوفتنين بيجلسين بايكربونات او ال اشتو اوتو نفس الكلام طيب رقم اثنين من ال اينديكيشنز بتاعت ال اير ووش بعد ال واكس لو انا عندي فورين بودي فورين بودي زي ما قلت قبل كده زي مثلا انت عندك فيه انيميت وفيه انيميت بس خلي بالك لو الفورين بودي دوت امباكتد ما ينفعش اعمل اير ووش لان لو امباكتد ممكن انا بعمل اير ووش ادخله جوه خالص ممكن يعمل برفوريشن يعمل ربشة لدرامو وبرفوريشن رقم اثنين ان الفورين بودي دا ما يكونش فيجتابول لان لو فيجتابول وعملت اير ووش هيعمل ايه؟ هينفصل المياه وحصله فبالتاني ما ينفعش بعد كده ثالث حاجه ايه الكالوريك تيست ايه الكالوريك تيست دوت دوت التيست بعمل بي تيستينج لفستيبولر فانكشن برضو بعمل في حاجه اسمه اير ووش رقم اربعة قالت تلقوتو ميكوزيس وتقولها كده على استحياء لانه يفضل مين اساكشن هو مش كنتو انديكاتد ولكن اساكشن بريفيرد دي الانديكيشن بعد كده رقم واحد لو انا عندي برفريشن فدرام حاجه بدي هي عندي برفريشن فدرام وتعمل اير ووش يبقى انت بتدخل ايه انت بتعمل بايدك اوطايتس ميتيا منفعش اعمل اير ووش وفي برفريشن فدرام رقم اثنين لو اني الفورين بودي او ايه ايه؟ ايه لو ايه ايه ممكن يعمل برفريشن فدرام لو هو فجبه ممكن يحصله ويقوم بعمل أفضل في الاكسترنال وبالتالي لا ينفع اعمل أفضل لو كان المطلوب رقم الثلاثة لا ينفع اعمل افضل لأي حادث افضل افضل لو كانت بكتريا أو فيرال لكي اطلق من نوع في الحضل لكن المطلوب ممكن اعملها ولكن في المطلوب نقول أن المطلوب يصل لها تمام التكنيك بعد كده التكنيك التكنيك مطالة بساطة بتقعد العيان وبعدين تغطي كده كده بتاول علشان هدوم متوسخش بالمية الممكن تنزل من Air Wash المهم بنجيب سرينجة سرينجة تمام مشهورة جدا اسمها Air Wash سرينج اسمها كده دي مهمة في العملي بنملاها بورموتر خلي بالك مهمة جدا ان المية تكون عن درجة الحرارة حوالي 37 ليه؟ لان درجة الحرارة كانت عالية او لو كانت قليلة كانت مثلا ايه؟ او كانت كورد ووتر ممكن يدخله في فرطايجو فبالتالي لازم درجة الحرارة انها تكون عندي مين؟ اه في الحدود دي 37 لانه الووتر او درجة الحرارة لما تزيد او تقل طبعا بتعمل استيميوليشن للفستبيول وكلام فهم الفرطايجو بعد كده طبعا الدرجة بتاع السوينج قالك تكون بوستيرو سبيريور ليه؟ قالك لانه لو هي استويت انت كده لما تيجي تغطع على السوينج وتدخل المية هتدخلها درجة تلي على التيمبالك ميمبرين والتيمبالك ميمبرين سن السكنس بتاع 1 من 10 مم فسهل ان نحصلها برفريشن فعشان كده بخلي اتجاه السوينج البستيرو سبيريور بحيث ان هي تروح تغبط في الوول بتاع الاكسترنال اوديتوري كنال ومن الوول تقوم نزل على التيمبالك ميمبرين وبعد كده لما تغبط في التيمبالك ميمبرين الخبطة بعتمدها مش تكون قوية نعمل لها باكتلي فهذه تغبط في الوال بتاع الكنال وبعدها تقوم جاية على البرين وبعدها تقوم طالع على البرين ويأتي معها الارواجس الموجود وبعد طبعا أعمل الارووش بعمل دراينج بالالكوحول دراينج بالالكوحول طبعا ليه طبعا علشان ما يفعشي أن أنا بعد عملت ايرووش أسبها كده ممكن يحصل عليها بسهولة فانجران انفكشن تمام او باكتيران انفكشن فبالتالي بعمل ايه دراينج بي الاركوحول بعد كده ايه الكنتباء اربع حاجات نحفظهم ازاي اثنين اي واثنين اس اثنين اي واثنين اس الاثنين اي قلتم قبل كده فين في الفوريوم بودي انفكشن قلتم ممكن يحصل انجبي لكستان او ديتر الكنال وي حصل انجبي لتبلك مبريم tire ويحصل بوفريشن الاي التانية في الاي انفكشن ايه اثنين اس فبه الايه والاي انفكشن الايين tienen you ايه ممكن يحصل الايمانر اولumbl درجة حياتها سخن قوي او ساعة قوي فبالتالي تعملك فيرتايجو ونستجمس تاني حاجة ممكن يحصل استيميوليشن دي بقى خطيرة جدا يحصل استيميوليشن للفيجاس طبعا لانه لما جيت اتكلم عن النيرف صباي بتاع الكستيرنا الاودوريكنال والتمبانيك ميبرين قلت انه البوستيرو الخوف صباي باي اوريكولر برانش في الفيجاس اسمه ارنولد نيرف وبالتالي مع اليرووش ممكن يحصل استيميوليشن لالفيجاس طبء او يعني هم الاحجا اسمها فاظو فيجل القتيك ماذا يفسل هذا في الثق يا فاظو فيجل القتيك الكري koleسك دا يجب ان يحصل استيميوليشن للفيجاس لو انتما تكون عين في موضة إنتاج حيات تك ومر Pewtension على ال tatіج اعنى للاتجم겠 ولا يستيميوليشن بالفيجاس طيب لو العين دخل في فوزو بيكل أتاك أول حاجة تعملها ترفع رجليه أول حاجة ترفع رجليه ليه؟ علشان البراطس بلاي يروح للبرين اللي أنا خايف أنه إيه؟ يحصلوا فيه مشاكل وكمال إيه؟ يزيد البراطس بلاي يروح للهورت فبالتالي فوزو بيكل أتاك رقم واحد ترفع رجليه طيب لو أنا عايز قدي ميديكال تويتمت قدي إيه؟ أتروبين أتروبين طبعا أتروبين يا أخواننا مهم جدا بيسموه فيجولاتيك فيجولاتيك فبيتعلق أتروبين مهم جدا يبقى ساك في الشافوي ممكن يحصل فوزو بيكل أتاك في الإيرووش هو عايز يسمع منك حدة الأناتومي دي إنه بيستيره هاف بتاعت ال الكنال ودرام سبلاي باي الفيجوس بس يبقى الإيرووش إيديكيشنز كونتر إيديكيشنز تيكنيك أند كومبليكيشنز بعد كده يقولك إيه؟ وأنا لأعمل إيرووش ممكن إيه بيرفوريشن تبالك من برين ممكن ايحصل بيرفوريشن ورده جدا طيب أماhrlich تعرف انه حصل بيرفوريشن تبالك من برين قلك فيه اغاقطي يقولولك على حمل صيد يقولكِ انه حـصل بيرفوريشن تبالك من برين والبين ده يختفي يسموه sudden transient pain الثاني sign انك تلاقي في شوية برد طبعا برد مش كتير bleeding بس قليل خارج من external auditory canal او انه العيان الشيكي انه سمع بقى تقيل deafness and alternatus والخليج بقى تحلف انه حصل فعلا التنبلك من brain انه العيان هيقولك انه فيه حاسس ان فيه سائل نازل في زوري سائل نازل في زوري ليه؟ لانه محصل برفوريشن التنبلك من brain السائل اللي بتعمل به earwash دخل على middle ear وبعدين دخل على second tube وبعدين دخل على nasopharynx وبعدين نزل في throat فيقولك انا حاسس ان فيه مية في زوري يبقى دي تحلف انه حصل خلاص برفوريشن التنبلك من brain كده احنا خلصنا الميسيلانيس او الاكسترن الوداتيو كانال او هو الاكيوميليشن او الاير واكس واخدنا حاجة عليها مهمة جدا او هي الاير ووش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة